البخاري هي سبائك أجمل من سبائك الذهب لأننا نتدارس فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسنقف معكم بإذن الله مع باب سنن الفطرة مع باب سنن الفطرة ثم بعد ذلك نقف مع باب الأذان بإذن الله تعالى فنستفيد من أحاديث قيمة ومفيدة حتى لو لم نخرج من هذا المجلس إلا ونحن صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام فهذه جائزة عظيمة أن نقول صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم الجوائز التي نحصل عليها وأنت بصلاة واحدة الله سبحانه وتعالى يصلي عليك عشرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد باب سنن الفطرة الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب رواه البخاري مرة ثانية يلا مرة ثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونطف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب رواه البخاري هذه خمسة من سنن الفطرة وهذه تدخل في أبواب الطهارة والإسلام حرص أن يكون المؤمن نظيفا في بدنه وفي هيئته وفي وجهه وفي جسده فأول أمر من سنن الفطرة الختان والختان معروف الختان الذي يفعل للرجال وللذكور الذي يقوم به للذكور وهو إزالة قطعة لحم صغيرة وهذا الشيء يجعل بوله يخرج بسلاسة وأيضا لا يتطاير هنا وهنا فهذه من أيش من الطهارة أيضا والتنظف هذا بالنسبة للختان الاستحداد هو حلق العانى حلق العانى الاستحداد وتنظيف الجسد ثم يأتي وتقليم ونطف الإبط الإبط إزالة الشعر الذي على الإبط وهذه من السنن لا يستحي الشخص عندما يتكلم بها أو يعلمها أو ينصح هذه من الأمور التي نحن نفتخر بها أن الإسلام يعني نبه على هذه الأمور النظافة النظافة كان الأوروبيين وفي بلاد في الهند للآن للآن في الهند وفي بلاد ما يعتنوا بنفسهم وأوروبا شمال أوروبا عندما زارها بعض الرحال بعد أكثر مئة سنة من البعثة النبوية أيام فتحوا للأندلس قالوا رأينا أناسا شعورهم منسدلة على وجوههم ولا يغتسلون إلا بالعام مرة أو مرتين وبالماء البارد تخيل واللباس الذي يلبسونه لا يغيرونه إلا عندما يتمزق يقولون الماء البارد أفضل والوسخ هذا الوسخ يعني يزيل الأمراض شوفوا المفهوم الخاطئ وشوف الإسلام كيف جاء بالنظافة والطهارة وأحكام تتعلق في الوضوء وفي الغسل وفي الآنية وفي اللباس وفي النظافة وحتى أنه يكره أن الشخص يمر عليه أربعين يوم وهو لم يقم بالاستحداد وتقليم الأظافر وبسنن الفترة ثم يأتي تقليم الأظافر أي قص الأظافر أظافر اليدين والقدمين تقليم الأظافر لابد أن الشخص لا يمر عليه فترة عندما يكبر إظفره إلا يقصه ليس يقولون أربعين لأن الأربعين هو الأوسط يعني تقريبا أوسط الناس أو أغلب الناس خلال أربعين يوم يكبر الأظافر بشكل كبير فخلص لا يتجاوز الأربعين يوم لكن في ناس يمكن مسبوع فهذا يختلف من شخص إلى شخص يمكن في ناس يجلس أربعين يوم وأظافره ما كبرت لكن المتوسط أنه أبعد أربعين يوم يقدر لابد أن النسان يعتني بنظافته الأظافر ما يمر أربعين يوم إلا وقد قصهم ونظف لأنه يأكل أنت اليدين هم الحماية الأولى من الجراثيم تخيل أن تأكل وأظافرك كبيرة وأنت تلمس الباب وتلمس الجدار وتلمس وتلمس أشياء كثيرة ثم بعد ذلك تأكل وأنت لا ترى الجراثيم وتدخل في فمك مع الأكل شيء سيء جدا والعلم الآن يكتشف انظروا إلى مقاطع الفيديو وشوفوا كيف أنه فيه جراثيم وكيف الناس يعتنون بالنظافة لابد أن الشخص يغسر يديه ويعتري بنظافته فهذه من سنن الفطرة وأيضا من سنن الفطرة قص الشارب قص الشارب يعني من نسبة للرجال لا تكبروا شواربكم في أقوام وأناس خاصة في بلاد فارس لأن المجوس يعني كانت شواربهم كبيرة قص الشارب النبي عليه الصلاة والسلام أتاه مرسولان شوارب كبيرة بشكل كبير جدا والرسول قال يعني تقدر منظرهما منظرهما كان مقزز تخيل الشخص يأكل أو يشرب أو يشرب وشواربه تنزل على الطعام والشراب سيء شيء سيء جدا هو قد يقول شخص طيب عمر بن الخطاب سمعنا أو ابن عمر كان له ذنبة يعني من هنا كان له في شاربه ميلان ليس الإشكالية في الأطراف لكن هنا في الفم لا يصل إلى الأسفل لا يصل إلى الفم فمن فوق شفاء العليا لابد أن يكون مقصوص ومش رجولة ليش؟ لأن هذه هي السنة وحفو الشارب وقصه وقصه الشارب هذه من السنة من الفطرة يعني لا يقول الشخص والله أنا يعني هذه رجولة وأنا أشير شواربي كيف أشيرهم لا هذه هي السنة أن الشخص يخفف هي السنة وردت تخفيف حفو وإذا أعزالهم ما في إشكالية لكن الأفضل تخفيفهم بالنسبة للرجال هذه خمسة من فطرة الختان والاستحداد ونطف الإذن تقريب الأظافر وقصه الشارب الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وفروا اللحاء وحفوا الشوارب رواه البخاري في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام أنه خالف المشركين يعني مخالفة المشركين هذا منهج للمؤمن لابد في كثير من أمور أن نخالف المشركين خاصة التي تتعلق في معتقداتهم هناك أحاديث كثيرة لو تأملت فيها فيها مخالفة للمشركين هم لا يصبغون ونحن أمرنا بأن نصبغ أو نضع الحناء وكذلك الأمر هنا أنهم يقومون بتكبير شواربهم فنحن نحف الشوارب ونوفر اللحاء في أحاديث وفروا اللحاء أحفوا اللحاء أكرموا اللحاء وفروا اللحاء أرخوا اللحاء أكرموا اللحاء لأن أولئك يقصون من لحيتهم بشكل كبير لكن نحن مأمورون أن نترك لحيتنا وكثير من العلماء أخذ هذا الأمر على وجوب على الوجوب يعني العلماء يقولون أن ترك اللحية واجب ليس سنة في ناس يفكروا أنها سنة ترك اللحية واجب واسمعوا إلى أقوال العلماء والفقهاء والمذاهب الأربع اقرأوا إلهم فورا من العلماء لا تجد أحد يقول بحلق اللحية هناك من يقول أنها إذا تجاوزت قبضة اليد تقص منها أو إذا في شعر طلعت على اليمين على اليسار تقص منها لكن أن تحلقها هذا حرام لا يجد عليه خلاف لا يجد عليه خلاف أن حلق اللحية حرام غير جائز والشخص يقع في الإثم كلما يحلق لحيته بالشفاء أو يحلق لحيته أكثر من قبضة اليد إذا أخذ من لحيته فإنه يؤثم لاود أن يستغفر وهذا حكم شرعي وهكذا العلماء الفقهاء الأربع قالوا حتى لو شخص يقع بالخطأ يستغفر لكن لا يعارض الدين لو رجعنا إلى كلام الفقهاء الأربع لم نجد خلافا في هذا الأمر لأن الأحاديث بالنسبة للحى بالوجوب وليس الاستحباب حتى نقول أنها سنة وكلمة السنة لما نقول أن الرسول قال سنة السنة ليست دائما يعني إذا فعلته تؤجر وإذا تركته ليس عليك شيء السنة هي طريقة الرسول أيضا أحيانا الرسول قد يأمرك بأمر رسول أمر سنة أن الرسول أمر وقد واجب يكون وأحيانا قد يكون مستحب وأحيانا قد يكون مباح وأحيانا قد يكون نهي من الرسول يقضض الحرمة وأحيانا الكراها ويدخل في الأمور الخمسة يدخل في الفقه في الأمور الخمسة واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم هكذا نحن وقفنا مع باب سنن الفطرة الآن نقف مع باب الأدان والنداء تعالوا يعني بعد أن تحدثنا عن الطهارة وكيف نتوضع وكيف نغتسل الآن ندخل إلى باب ماذا؟ باب الأدان لأنه بعد الأدان سيأتي الصلاة لابد أن تتوضع وأن تغتسل وأن تتطهر من أجل أن تصلي طيب كيف أصلي؟ لازم أن يدخل لازم يدخل الوقت أحنا في سبائك البخاري يعني الأحاديث على الأبواب والأبواب هي أبواب الفقه يعني الإمام البخاري عندما بواب بواب على أبواب الفقه والشيخ حسن لما جمع الأحاديث أيضا أبوابها على أبواب الفقه لكن لم يذكر جميع الأحاديث لإختصارها ولسهولة حفظها لكن البخاري في كتابه عندما نفتحه نجد أبواب باب الإيمان باب بدء الوحي باب الإيمان يأتيك بعدين باب على الأبواب الفقهية مرتبة الأحاديث يعني هناك من الكتب الأحاديث من تأتي على أبواب الفقه هناك من تأتي على المسانيد بأسماء الصحابة بأسماء الصحابة تأتي فالسنن الكتب التي يقال لها السنن مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وسنن أبو داود وسنن ابن ماجة هذه الكتب كلها مبوبة على أبواب الفقه وكذلك موطى الإمام مالك أما بالنسبة لمسند الإمام أحمد أو مسند البزار هذه المسانيد مبوبة على أسماء الصحابة يأتي أبو بكر جميل الحديث التي رواهه أبو بكر رؤية عن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أبو هريرة هكذا أحاديث كل صحابي والأحاديث التي وردت عنه الحديث الأول في باب الأذان والنداء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري في هذا الحديث فضل عظيم لمن يؤذن النداء هنا الأذان و مدى صوت المؤذن شفتم مدى صوت المؤذن يعني أي مكان يصل صوت المؤذن ويسمعه جن أو إنس أو أي شيء جبال جمادات تربة طيور أي شيء يسمع صوت المؤذن يشهد له يوم القيامة الله أكبر يشهد أن هذا الشخص أذن وقال الله أكبر الله أكبر وأذن بالتوحيد وأذن بالنداء إلى الصلاة لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة احرص أن تؤذن لو مرة مرة في حياتك اذهب إلى المسجد وأذن وأذن للرجال وكذلك إذا كنت في بيتك أقم الصلاة وأذن وإذا كنت في الصحراء رحت إلى رحلة سياحة مكان بعيد وأصدقائك جالسين في رحلة وحان وقت وصلاة أذن يعني خاصة إحنا في زماننا الآن في ميكروفونات وأصوات تصل إلى مدى بعيد قد يصل الصوت إلى كيلومترات بعيدة كل هذا يكون في ميزان حسناتك والذين يسمعونك يشهدون لك يوم القيامة الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا رواه البخاري في هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام فضل النداء والأذان والصف الأول النداء المقصود فيه الأذان فالناس لو يعلموا لو يعلموا الأجر المترتب لهم عندما يؤذنون أو عندما يصلي في الصف الأول ثم دخل المسجد وقال له صديقه أو قال في المسجد وما في مؤذن راتب يعني أن المؤذن الراتب والمؤذن الذي هو موظف هو أولى ما يستطيع أحد أن يتقدم عليه لكن دخلوا اثنين إلى المسجد قال فلان أنا أريد أن أذن قال لا أنا أريد أن أذن قال طيب نعم القرعة استهموا يعني اقترعوا جابوا قرعة وطلعت القرعة واحد فيهم وأذن شوفوا انظروا إلى فضلها عمركم شفتم حدا دخل المسجد عمل قرعة أو دخلنا إلى المسجد وصف الأول كله ممتلئ ما في غير مكان لواحد وأنا وصديقي دخلنا أعمل قرعة بيني وبينه يا أنا يا أنت أجر عظيم نحن نستهيين أجر الأذان عظيم وأجر الصف الأول أجر عظيم لذلك الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهموا نسأل الله أن يكتب لنا الأجر والثواب الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه البخاري في هذا الحديث يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا سمعتم النداء قلنا لكم أنه الأذان فقولوا مثل ما يقول من المؤذن يعني المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر وسكت تقول الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله لله تقول أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا لأن الألفاظ الأخرى ذكر لكن حي على الصلاة ليس ذكر نداء حي على الصلاة يعني تعالوا على الصلاة حي على الفلاح تعالوا إلى الفلاح فأنت ما تقول حي على الصلاة لا أحد يسمعك فماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لماذا تستعين بالله تقول يا رب ليس لي حول ولا قوة إلا بك فأعني لكي أصلي تخيل أن كل ما تسمع الأذان تستشعر هذا المعنى وتقول هذه الأذكار وعند حي على الفلاح كذلك الأمر تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم تقول الله أكبر الله أكبر مع المؤذن لا إله إلا الله طيب بالنسبة لأذان الفجر هل أذان الفجر ماذا نقول لما يقول الصلاة خير من النوم ما ورد هنا شيء بالنسبة حياء على الصلاة ورد فمنهم من قال نقول الصلاة خير من النوم نفس الشيء ومنهم من قال نقول لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا هنا أي بالنسبة لصلاة الفجر هذه بالنسبة للأذان الإقامة لم يرد شيء العذان النداء نقوله مثل ما يقول المؤذن والله أعلم الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة رواه البخاري هنا أيضا ذكر يتعلق بالأذان من قال حين يسمع النداء حين يسمع الأذان وردت مع المؤذن ثم تقول هذا الذكر تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الدعوة التامة والصلاة القائمة الدعوة هي الأذان الذي يرفع والدعوة إلى الصلاة والصلاة القائمة أي الحاضر الآن والصلاة القائمة فآت محمدا الوسيلة الوسيلة درجة لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام والفضيلة درجة أعلى آت محمدا وسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا مقام عالي ولا يكون إلا لعبد من عباد الله واحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وابعثه مقام محمودا الذي وعدته هنا تقف الزيادات لم تثبت هناك زيادة إنك لا تخلف المعاد هي لم تثبت لكن الذي ثبت هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته ما هي الجائزة لك الجائزة أن يحل عليك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وأن تكون من الذين يشفعون بهم النبي عليه الصلاة والسلام يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى وبالنسبة للأذكار التي وردت مع الأذان أنك تسمع الأذان تقول مثله ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ثم تقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا وسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته ثم هناك ذكر أيضا ورد في الأحاديث الصحيح ذا قلته غفر لك ما تقدم من ذنبك وهو أن تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وتستعين بالله وتذهب وتصلي وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى والله أعلم الحديث الأخير في هذا الباب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري هنا فضيلة بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة عندما تذهب إلى المسجد لك يتصلي فإذا دخلت المسجد وصليت ركعتين وجلست تحية المسجد ثم أذن الأذان الأول أذن الأذان للظهر العصر المغرب العشاء الفجر أي صلاة أذن الأذان الآن بين الأذان والإقامة يستحب أن تصلي ركعتين إن شئت يستحب هنا إن شاء يعني استحباب ما في وجوب فأنا سمعت أذن أذن الظهر وخلص الأذان وصلي ركعتين سنة بين الأذانين بين الأذان والإقامة طيب أنا دخلت المسجد وانتهى الأذان أو دخلت المسجد هو يؤذن ووقفت إلى أن انتهى الأذان وصليت ركعتين تحية المسجد هل يكفي نعم يكفي أن صليت ركعتين هكذا بين الأذانين نسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يعيننا وأن يسددنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا